انا عايز الشبكة دي تتبطل من اساسه برضها دي عادة سيئة موضوع الشبكة دي عشان انا دي اخطب الولدي واقض له وادبع شبكة خمسين الف دنيه دي عادة مش كويسة انت ما تخدش شبكة وقول لي اوهات اللي تقدر عليه انا ما امطلبكش ادبلي اكتر ما امطلبكش ادبلي اكتر من امكانياتها ما نقعدش نكدب على بعض وعشر عربيات موضين وكل عربية ما فيهاش غير حلتين وحصرين لا دي عادة سيئة سيئة لا لمة لكل الحادات في عربيتين ونتعاون مع بعض وندبر ونوفر ونعيش وتمشي معانا الحياة ونقبى تمام التمام شباب انا موجود في قرية النواورة مركز البداري محافظة اسيوت ويعتبر قرية النواورة دي اخر قرية في محافظة اسيوت وبعد كده ان شاء الله من بالليل هندخل محافظة السهاجي ان شاء الله النهاردة ما نقدرش ندخل اسيوت او نطلع من اسيوت وما نجيش عند العمدة مرتضة فصيح السعيد او كان نفسي كان نفسي يعني كنت اتمنى ان اشوف العمدة مرتضة ده عضو مجلس النواب باسم السعيد لان بقى معانا انا وغير اسمها العمدة مرتضة او فصيح السعيد فاكتر من لقاء يعني هو الوحيد هو الوحيد اللي بالنسبة لنا الوجهة المشرفة للسعيد مصر في حديثه عن عداته تقاليد السعيد في حديثه عن هموم الناس في السعيد هنا العمدة مرتضة او فصيح السعيد ما عندوش وقت فاضي يجود فيه مع اي حد بسبب ان هو الرجل بسم الله ما شاء الله موجود موجود في اي خصومة سعرية او مشكلة عادية هنا في محافظة محافظة اسيوت ومحافظة السعيد يعني انا مبارح حاولت ان انا اوصل للعمدة مرتضة بعد ما اتصلت به وجدته الرجل موجود في قرية شطورة اللي هي تابعة المحافظة السعيد وهو هنا من قرية النواورة مركز البداري محافظة اسيوت قلل من مصاريف بنتك في الجوازة ايوة يعني انت بدل ما هدب لك مية عباية هات عشرة هات طناشر بدل ما هدب قوضة اطفاله لسه مداش الطفل براحته واخد لبالك نولد واد واد واخد لبسياتك نتعاون مع بعضين الاب انت اعمل جيمتك وانا اعمل جيمتك على قد ظروفك ومن خربش جود بعض واخد لبسياتك الرادل اللي خسر العدوة احسن منه فانا دييك على محبة النسبة دي محبة النسبة دي ايه ارادة النسبة دي دم هيقلق بعضيه يبا ما دم هنخلق ضم ببعضيه انا احبك في القنوط وفي التمني كأنك صرت مني وصرت منك احنا بقينا من بعض بقينا اسرة واحدة الواد اللي هيندب من عندي ياني هيبا حامل دينات التنين الاب والام يبا بيتك لما تيدي تلقى امور يا نرايعة ومعايي جرشي نصرف فيهم وعيش عيشة كويسة احسن متيدي تلقاني على الحديدة منفعك فانا طالب دميع الناس على ان الناس كلها تتعاون مع بعضها وعلى انها سهل في موضوع الشبكة والسهل في موضوع الماء وانا عايز الشبكة دي تتبطل من اساسه برضها دي عادة سيئة موضوع الشبكة دي عشان انادي اخطب الولدي واخد له واتبع شبكة خمسين الف دنيه دي عادة مش كويسة انت ما تاخدش شبكة وقول لي هؤهات اللي تقدر عليه انا ما امطلبكش اديب لي اكتر انا ما افتشاش وهقول ده اللي دي عبوهم دولا قليلين ومدم قليلين تعاود على بتابوها تاني انتهت على كد امكانياتي اللي تقدر عليه وانا اعمل اللي اقدر عليه ولا انت هتستقصر في بيتك على كد امكانياتك ولا انا هستقصر في ولدي على كد امكانياتي على كد امكانياتي لكن ما نقعدش نقدب على بعض وعشر عربيات موضين وكل عربية ما فياش غير حلتين وحصرين لا دي عادة سيئة سيئة لا لم لكل الحادات في عربيتين ونتعاون مع بعض وندبر ونوفر ونعيش وتمشي معانا الحياة ونقب تمام التمام وانا لو هاخد بيتك انت الولدي وانت تعبتني وزودت علي في المصير ما انا هاشمقز منها من قبل ما شوفها هقول خربت بيتني خربت ابوها زبور لكن لما تيدي كده ومتعاونين مع بعض عمتها ام دوسها هتفرح به وعمها هيفرح به واخوات دوسها هيفرحوا به الولد والبنات والكل هيقبوا مبسوط به لان داية والعملية تمام التمام هي اللي هترسل على دي دبات دا اللي معاه ثلاث بنات ولا اربع بنات هيدوا عايزين وادي بيطلعوا به وعمته عايزة وادي بتطلع بيه واخته عايزة وادي بتطلع بيه دا عايقه سنة وهو يقدف الوديبات معي كافيش ودلوك ما فيش عدد بلات اني تردع القيم والمبادئ بتاعة الاسرة اللي تربين عليها الاول لاني بدأت العادات والتقاليد والخصال الطيبة والافعال الحسنة تخرج من الشبابيه بسبب جلة ايه التربية الام مدرسة اذا اعددتها اعددتها شعبا طيب الاعراق الام عليها دور كبير بتربية اولادها من الصغر لان الاسرة دي ان ما ردعتش المبادئ والقيم لازم تردع المبادئ والقيم للاسرة لان من الاسرة دي يا تخرد صغار الموظفين وكبار المسهولين فلو الاسرة طلعت وتربت رباية حسنة قال الفرسية ليس بركوب الخيل ولكن بالعقل الرادح وبالحكمة وبالعمل الطيب والقصال الحسنة فهيني تردع الناس للأدب انما الامم والاخلاق ما بقيت انهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا سيدنا النبي خاطب ربنا انك لعلى خلق عظيم ووصفه ربه بانه الرؤوف الرحيم لانه كان يدعو الى التسامح يدعو الى العمل الطيب يدعو الى فعل الخير فوصفه ربنا في القرآن بانه الرؤوف الرحيم فاحنا لو اتبعنا كتاب الله وسنة رسوله سنة تمام التمام فواذب على الاب هنا عليه دور والام عليها دور في تربية الناشئ والمدرسة عليها دور التلاتة دول هم اللي عليهم الادوار ان تستقيم العادات فينا ولدي يانا دلوك لقيني احترم الضيب يبه يحترم الضيب ولدي القيني احب فلان يبه يحب فلان ولدي تفرد على القيني داخل ولدي داخل علي وانا رادي الكبير عندي ستين سنة والقيني عتفرد على سكس في التلفون يبه هو عيعمل ايه اذا كان رب البيتي بتدف ضاربا فما شيمت اهل الداري الا الرقص والطرب يبه هنا امهاد عشان نحافظ على عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى الاصول اللي احنا فيه لازم يكون فيه تربية للأسرة الاب يعرف ولده رايح فين وداي منين والبت رايح فين وداي منين والاصول ايه واللي المفروض يكون ايه ويوصيه ويردع لنا الترابط الاسري وترضع لنا صلة الارحام اللي فيه بعض الناس ضربت بيها عرض الحائق ترضع صلة الارحام التي امر الله بيوصلها من فوق سبع سماوات وسألي على عمتي وسألي على خالتي وسألي على اختي وسألي على اهليتي وحب القريبي وحب قريبي ليه بدأت تتباعد مشكلة فان زمان الاهلية الواحد اقول لك ما يقدرش يقول عمي يقول ابوي فلان الفلان ونقال له ولا يقدر يولح صدارة في مدلس عمه ولا يقدر ولا يقدر ولا يقدر دلوق برضو فيه مشاكل بدأت تبا بين الاهلية مع بعضها على الدنيا وعلى متطلبات الحياة وعلى ارضايا وعلى زرعة وعلى 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 لا يعرف هو ان انا فلان انا بمرتضى محمد حسن اخوي هو اخوي فهذه بيت محمد حسن فهذه زرعة بيت محمد حسن فهذه القر شغول نحن مع بعضين لازم تعود الترابط الاسري زي ما كنا ماشيين الاول نمشي دلوقتي ديك بثلاث شروط الام والاب والمدرس كتاب الذي لم يترك شيئا قابله الكاتب في رحلته الى الصعيد الا وذكره آلاف الناس ومئات القرى وأقدم العادة والتقاليد عنوين ساخنة جدا تجعلك ترى الصعيد كما لم تره من قبل ترجمة نانسي قنقر